عشرة أفعال تفسد الوضوء ولا يعرفها الكثيرون احذر أن تقع فيها هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها البعض أثناء الوضوء مما قد يبطله ويترتب على ذلك بطلان الصلاة ومن بين هذه الأخطاء أولا ترك التسمية أو البسملة في أوله ثانيا الإسراف في استخدام الماء أثناء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أي ملء الكفين ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثالثا عدم إتمام غسل أعضاء الوضوء أو التساهل أو الترك غسل المرفقين أو الكعبين أو العقبين فتبقى بعض الأجزاء غير مغسولا وهذا نقص في الوضوء وقد جاء الوعيد في ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء والعقب هو مؤخرة القدم وإسباغ الوضوء أي بإتمامه ويعطاء كل عضو حقه من الماء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يعيد وضوءه لأنه ترك من قدمه شيئا لم يغسله رابعا التيمم مع وجود الماء وهو قادر على استعماله وهذا خطأ واضح والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالآية صريحة في أن التيمم لا يجز عند وجود الماء خامسا بعض الناس يأخذه النوم في مصلاه ثم إذا أقيمت الصلاة أيقظه من بجانبه فيقوم ويصلي دون أن يتوضأ ومثل هذا عليه الوضوء لأنه كان مستغرقا في نومه أما إذا كان ناعسا ويشعر بمن حوله فليس عليه الوضوء سادسا بعض الناس قد يدركه وقت الصلاة وهو حاقن لبوله إما لكسل عن الوضوء أو لبعد الماء عنه لظنه أنه إذا صلى محتقنا أفضل من صلاته بالتيمم وهذا جهل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأقبثان سابعا ومن تلك الأخطاء عدم غسل الكفين مع اليدين والاكتفاء بغسلهم أول الوضوء والصواب أن يغسل الكفين مع اليدين حتى لو غسلهما في أول الوضوء فغسلهما أول الوضوء مستحب وغسلهما مع اليدين واجب ثامنا كذلك من الأخطاء في الوضوء الزيادة في غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات وهذا مخالف للسنة وإن كانت ممنوعة باتفاق الفقهاء إلا أنها لا تبطل بها الطهارة والزيادة على الثلاث تعد وظلم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه إعرابي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم تاسعا ومن الأخطاء كذلك ترك المضمضة والاستنشار وهذا مبطل للوضوء لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به عاشرا أن يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله أو مسحه وبين وصول الماء إليه وخاصة عند صبغ الأظافر للمرأة فإن ذلك يمنع وصول الماء إلى الظفر أثناء الوضوء فيبطله فإن كان الوضوء لا يصح لا تجزء به الصلاة والله تعالى أجل وأعلم نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره اللهم اغفر وارحم لكل من نشر هذا المقطع وأعان وساهم في نشره انشروا سنة نبينا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر